سلام عليكم ورحمة الله اخت راح تقول لنا على الاسعار ومحتويات المحل طبعا محتويات المحل ايش هي شوكولاتات حلويات ورق عنب معجنات فرش عصيرات فرش كمان في كيكات شوفوا شوفوا يا حبابي نبدأ من هنا يوتفضل يا اخت عندك هنا البوكسات الشوكولاتة للمناسبات المختلفة في عندك بوكسات شوكولاتة للمواليد الذكر او انت هنا كم اسعارها هنا على 295 ريال الكبيرة في المقاسة الاصغر طب موجود المقاسة الاصغر الاصغر الوسط هناك تفضلي هنا لو سمحتي معليش مرة تانية في كم البوكس هذا 295 ريال هذا البوكس الكبير طيب عندك البوكس الوسط اللي هو زي المحاج هذا اللي هنا هنا 265 ريال الوالد واللي عندك تحت 265 ريال الوسط صغيرة عندك هذه الاثنين شوفوا الصغير البوكس هذا يعتبر زي هدايا أيوه ب132 ريال 132 ريال شوفوا زي كده في عندك كمان بصوحا جزي لحظة 132 ريال شوفوا البامبة 132 هذا الحجم الصغير هناك حجم صغير بشكل صحون 185 هذا المواليد 180 185 هذا صحن حلاوة هنا بكم 165 الوصف 185 185 صحن أصغر حجم بالنسبة للمواليد هناك شكالات كروم فليكس هذا المقاس الكبير 35 المقاس الصغير 20 ريال 20 ريال تحت مقاس كبير نفسه هناك رفض ممتاز الوريو 45 حبة 110 ريال نوع الوصف كرامل 30 حبة 30 حبة 35 حبة حبة هذا جديد البوكس تقريبا لسنة خمسة انواع نكهات تقدر تأخذها منوعا هذه النكهات الموجودة اللي عندنا هناك الوسط نكهة واحدة كراميل 55 نكهة واحدة لديك اصغر حجم 10 حبات 30 ريال هذا اشهر معروف بها حلل اوريو تقول لكم اشهر شي معروف بها حلويات سنة بالاستلام هين الشوكولاتات هذي هذي شوكولاتات بالكيلو بمية وعشرة مشكلة فيه بالبسكوت فيه بالمكسرات فيه تجيك بالكيلو تجيك بوكس البوكس هذا في كيلو بمية وخمسة عش هنا طلعيني واحد بالله من عندك تشوفوا 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 البوكسات هذي بوكسات الشوكولاتة عندك هذا بوكس الشوكولاتة ينفع زي هدية او شي لاحظة ممكن او ابقبوا كده تشوف بوكس الشوكولاتة ينفع هدية هادب كم؟ هادب خمسة وثمانين فيه تقريبا ثمانية انواع حشوات ثمانية انواع حباي حلوة تقدميك هدية خمسة وثمانين ريال فح فيه حشوة لوتس حشوة بسكوت حشوة مكسرات كراميل سادة ايوه يعني منوع ايوه شوكولاتة بيضة فيه عندك هنا حلوة اللوتس فيه حجم كبير وفيه حجم صغير هذا الحجم الصغير هو كرنش زي البسكوتة الهشة مع حشوة لوتس شوفوا هذا البوكس بكم؟ بخمسين ريال شوفوا هذا البوكس بخمسين ريال طيب ايش عندنا كمان؟ عندك الشوكوكيز اللي هو بسكوت عندك ثلاث ركات كبتسين و جوزين نيوتيلا ثلاثة انواع خمسة وخمسين ريال حجم كبير خمسة وخمسين ريال نيجي هنا طيب نتقل لكسم ثاني تعالي خلينا نشوف الكيكات بالله عشان نمشي كده بالدور نيجي لكسم الفرشاد عصيرات الفرش العصيرات الفرش العصيرات الفرش هنا في القطع والكوب كيك شوفوا يا حبايبي هذا كوب كيك استني يكمل معي العامل شوفوا يا حبايبي هنا دالبوكس 10 حبات 25 ريال ايش كوب كيك طيب وريني العصيرات بكمل العلبة شوفوا انواع من العصيرات بكمل عصير 17 ريال عصير فرش وريني العصير وريني العصير حجم 20 في 30 كل الأنواع على 100 مع عدلة شيز يجيك ب110 الفراولة نصور لكم نشوف الفراولة هذا الشيز فراولة هذا الشيز فراولة 20 في 30 ب110 عنديك الفراولة شوفوا الفراولة هنا حشود فريليا وعليها فراولة عنديك نص ونص لكتين تجمعها ب110 بمية وعشرة بمية وعشرة هذي كلها فرش يا حبايبي عنديك كاكة الرجب الفيت 20 في 30 بمية تريال عنديك الفراولة بمية تريال بمية تريال عنديك الحجام الكبيرة كاكة اللوتس طبعا فيه حجم صغير نفس الحجم ذا بمية منه والكبير مية خمسة وخمسين شفيح بايبي هذي الحجم الكبير اللوتس خلاص باينة والتانية ايش التانية نفس هذي الفراولة مية خمسة وخمسين مية خمسة وخمسين هذي حجم كبير 30 في 40 فيه يجيك منه نص نص حجم كبير مية خمسة وخمسة وخمسة يعني على حسب طلب الزبون فيه عندنا طلبيات كاكة على حسب طلب الزبون نفصل على حسب المقاسات طيب دورين هذي يفضون بوكسات ايه الشوكولاتة مكشوفة سادة بني شوكولاتة سودة شوكولاتة بيضة شوفو هنا ك Там شوكولاتة سودة انواع الشوكولاتة بني بالمكسرات شوكالاتة بيضة بالمكسرات طيب هذي كم سعرها؟ 65 ريال تقريبا 50 متر 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر بكم سعرها لحظة؟ 65 ريال هنا الحلة ده شوفوه بقسعة الحلة وندري واحد كده توفي كراميل هنا توفي كراميل مع البندق ايوه هذا كم؟ 45 في 24 حبة 45 في 24 حبة شوفوه هذي بقسعة الحلة نجي ده حلة اللي فوق شوفو الحلة اللي فوق سادة الحلة كراميل سادة من دون اي نكة ثانية بقسعة واربعين نفس هذا بس الفرق عنه هذا بالبندق هذا لا كراميل فقط 45 واربعين 24 حبة شوفوه حبابي هذي البوكسات يعني تصلح هدايا شوفوه هنا عندك هنا حلة اللوتس نفس اللي وريتك لك بس داكة كرانج هش مع بسكوت هش هذي شوكولاتة محشية بالا باللوتس نفكر لكم عشان تشوفوا من جوه دحظة شوفو مرر لكم عبل ما جيب لكم عبوة شوفوه شجوتها شوفوه هنا كمان هذي شوكولاتات هذي كم سعرها هذي سعرها هذي سعرها 80 ريال هذي 24 حبة هين اللي فوق عندي من الحلويات اللي انا قلت لك الاريو ومعها حلال لندن هذي حلال لندن هذي حلال لندن مشهور بسرعة من السلام بس الإضاءة ان شاء الله يكون التصوير واضح معاكم هذي كم حلال لندن هذي 85 ريال هين الحشوات شوفوه الحشوات حشية فراولب الشوكولاتة ايوه فانيليا فانيليا بندق وكراميل منوعة هذي حلوة شوفوه الحجم الكبير 85 ريال وفي الحجم الصغير هنا الحجم الصغير ب40 ريال ب24 ريال على حسب الاختيار هذي الحجم الصغير هذي حلوة هدايا طيب بسم الله الحمار رحيم هذا اتكلمنا عنه عندك هنا شرائح الشوكولاتة بالفواكه المجففة ومكسرات شوفوه هذا شيء جديد علي ايوه 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 حلو سعر هذا شيء جديد حبابي شوفوه هنا هذا شيء جديد طيب نسميه هذا القهوه العربي اللي اكثر شيء ياخذوه الزبائن للقهوه العربي اكثر حاجة لانه شوية حلوة زايد مع القهوه مع القهوه ينفع مع القهوه المرة عندك بنيوتيلة باللوتس بالشوكولات السادة بالبسكوت بالمكسرات شيء متنوع ايوه 24 قطع 24 قطع كم سعر هذا البوكس 85 ريال حتى شكل البوكس حلو طبعا كل البوكسات شكلها صراحة حلو جذاب وحلوه يعني لما اخذيها هدية مرة حلوة ايش عندنا يا انا عندك هنا كريب دانتين فيه منه بالشوكولات وفيه بالفانيليا ايوه طبعا الشوكولات اللي هو فترة موقف اكثر شيء الفانيليا اللي انه يمشي فصار لي يجبونه ينتجونه اكثر ايوه بكم هادي البوكس هادي ب55 ريال 55 ريال من المنتجات والعلب القديمة طيب هين الحلويات مشكلة هنا بقلاوة اللي هي البقلاوة المشكلة بقلاوة وكنارة ايوه بقلاوة على شكل كنارة وعلى شكل جبلاوة ايوه هاد البوكس شوكيحة بعيدين شوفوه هاد البوكس حقه شوفي عندك بل بمكسرات شوفوه في زي العش البولبل ايوه في عندك اللي كده سادة ايوه هينه مكسرات محشية يعني معظمها محشية بالمكسرات لانه اكثر طلب عليها عندنا يبغوها حشوة مكسرات مكسرات بكم هذا البوكس درس كيلو ب 45 ريال هنا حبابي 45 ريال هاد البوكسات 45 ريال اللي حبوا البقلاوة طيب ننتقل القسم ثاني هنا على الطاولة هذا الأوريو نفسي اللي قدتلك على البوكسر 85 بالحجم الأكبر 55 حبك 135 في ناس ما يحبوها في البوكسات يضغوها في صحون تقديم أيوه فهذا تصلح للمناسبات تقديم توزيد فاينفات الشيء في عندك نفسها على أشياء بكلاوة وأوريو للمناسبات الكبيرة زواجات خطوبة زكرة هذي تنفع معها ايوه هذي الصحون الكبير بكم؟ مئتين وعشرة مئتين وعشرة طيب هنا؟ عندك التمر بالمكسرات ومحشية بالمكسرات كمان وعليها نفس الحشوة نفس الخارج والداخل نفس بعض في مقاسات منها المقاس الصغير مئة وعشرة الوسط مئتين وسبعين يكون نخلة طويل وعليها تمر وفيه الأكبر اللي بهو بخمسمية وسبعين يكون مقاسه أكبر شوي بخمسمية وسبعين هذي تحين اللي عندنا بكم؟ هذا بمئة وعشرة مئة وعشرة طيب هنا؟ هنا عندك البقلاوة نحن قلنا نص كيلو بخمسة واربعين عندك هذا كيلو مئة قرام يتقدم في صحن زي كذا للمناسبات التوزيح بخمسة وتسعين ريال خمسة وتسعين عندك هنا بتيفور مشكل بالفول السوداني بالشوكولاتة بالفانيليا باللوتس مشكل بخمسة سبعين ريال خمسة وسبعين عندك المعمول مشكل نكهات يعني قصدك؟ لا مشكل بر وفيه نكهات اللي هو بيكان وفيه بالتمر البيكان نفس التمر محشب فيه بيكان وهذا من الأشياء الحشوات اللي موجودة هنا في نفس الصحن طيب هذا الصحن كم سعره؟ ستة وسبعين ستة وسبعين هنا البقلاوة قلناها؟ خمسة وتسعين هنا البقلاوة خمسة وتسعين هنا البوكس هذا نفس البوكس ذاك بس هذا يفرق انه أربع أنواع حلب اللي هي البقلاوات بأنواعها جيدي كده ممكن كده بالعرض هو بالعرض صح؟ فلا انت قلبته كده عشان يشوفوا شوفوا حبايبي شوفوا حبايبي شوفوا هاد البوكس شوفوا هاد البوكس ايوه اشرحي فيه تمر اللي هو ذا زيت تمرية نقول له حلة صالح كان عندنا البوكسات فهذا موجود منه مجموعة بوكس هنا وهنا مقسم على نوعين فيه البقلاوة نوعين وفيه عندك الأوريو نوعين يعني ثلاثة أنواع حلة من شوكالاته بقلاوة وتمر كم سعره؟ 190 رياض 190 رياض صراح حلو شكله كمان مرة حلوة ويرفع للمناسبات مرة كتير هنا فيه أشياء ما قلناها ايوه فيه عندك هذا حلبيندا كيف تسوي؟ طبعا حلبيندا من الأشياء الحلوة اللي مرة عليها طلب كتير لدرجة انه ما فيه إلا نوعين بسين كبير حلبيندا يا أخوات حلبيندا شوفوا قربت لكم عندها الاسم ايوه الحباب بكبر الأصبة طبعا إذا تعرفوا نكهة السنيكرز نفسها بالطول السودارة كتير الناس حبوا نكهة السنيكرز ايوه عشان كده ما شاء الله عليها طلب كتير طب البوكس هذا بكم سعره؟ بخمسة وثمانين رياض فيه ثمانية واربعين كبقات خمسة وثمانين رياض يا حبابي شوفوا حتى يعني طوق مقاسه كده خمسين سانتي عشان أول نسيت قلت وفي ناس كتير يحبوا نكهة السنيكرز ايوه هو ذا فيه هنا شي ما قلناك؟ لا هذه نفس الحالة نجي للفرشات اللي هي الحلويات اللي هي مشهورة فيها سنابل البسبوسة المشكلة مع بلح الشام والسنبوسة اللي هي فيه يجيك بالقشطة فيه باللوتس فيه بالتمر بخمسة واربعين فيه هذا كيلو فيه اللي كيلو ونوص بخمسة وستين اكبر منه شوية ايوه اللي معانا هنا خمسة واربعين صحون اللي قدامي ايوه خمسة واربعين عندك هنا ساندوتشات مشكلة بالتونة وباللبنة وبالدجاج وبالجبنة هنا كم سعره ذا؟ خمسة وستين فيه خمسة وثلاثين حبة ساندوتش خمسة وستين ريالي حبة عدي فرش المعجنات او الفطائر بكذا تشكيلت قريبا تسعة انواع فطائر عندك بيزة عندك لبنة عندك توس عندك ساندوتشات نفس هذي موجودة فيها عندك معجنات بالدجاج فيه بالزيتون ايوه فيه بالزعتر ان شاء الله تكون واضحة هذا الصحن كم سعره؟ هذا خمسة وخمسين اللي هو كيلو خمسة وخمسين ريالي فيه الاحجام الكيلو بخمسة وخمسين الكيلو والنص بثمانين اثنين كيلو بمية وعشرة نجي الورق العنب كيلو مع الكبه بأربعي ديال ان شاء الله التصوير يكون واضح بأربعين ريال شوفوا حباب هذي الصحن مشكل كبه وورق عنب صراح منصوص بطريقة مرة حلوة خمسة وعبعين طبعا شغل مفنع سنابلة هذي كلها؟ هذي كلها نجي للشوكولاتات هناك طيب حبابي ناخدكم للواجهة صحون 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 الشوكولاتة هدية منزل فيه عندك بوكسات الهدايا تقريبا سبع بوكسات بمية وعشرة ريال شفي حبابي هذي هذي السلة هذي تجي بيه والله حاس التصوير شفي حبابي السلة دي ايو شرحي عنا معليش فيها تسع بوكسات سبع بوكسات مشكلة باللوتس بالشوكولات بالمكسرات بمية وعشرة ريال بمية وعشين ريال اللي بدو استخدم توزيعات حلوة مشكلة يلا نروح للواجهة نروح للواجهة نوريكم صحون الشوكولاتة صحون الشوكولاتة هنا تقريبا كيلو ونص هنا ايو كيلو ونص بمية وخمسة وثمانين مية وخمسة وثمانين في عندك اثنين كيلو ونص بمية وخمسة وثمانين شوكولات المكشوفة بمية وثلاثين هنا الكبير بسم الله بسم الله هذا ينفع للمناسبات زوائز بمية وخمسة وثمانين بمية وثمانين طيب في عندك شوكولاتة بمية وثمانين وثمانين بمية 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 وثمانين فيه على شكل فضي كمان سادة 230 230 هذا كل شيء؟ هذا تقريبا كل حاجة شوفي حبايدي شوفوا طبعا كل اسبوع تنزل حلويات جديدة ننتظر هذا الاسبوع ممكن بكرة أو بعده تنزل حلويات ثانية تقريبا ينزلوا اشياء جديدة يعني دوريا كل شهر لازم يكون في منتج جديد ما شاء الله تباك الله أنا وأهلي جربنا ذا المحل يعني أنا أحب أصور لكم المحلات بالذات اللي أنا قد تعاملت مع صراحة أشياءهم والله جديدة ولزيزة وأسعارها يعني طيبة والله يعطيك العافية إن شاء الله يعجبكم المقطع تستفيدوا منه دعمونا بلايك وشير اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته